لو بتحلم انك تاخد راتب قدره خمس تلاف يورو وخلي بالك ان الراتب ده مش اعلى راتب ده مجرد متوسط الراتب الشهري في امارة لو انت نفسك تعرف ازاي تقدر تحصل على الجنسية ازاي تقدر تاخد اقامة ازاي انت ممكن تقدر تسافر بغرض السياحة او الدراسة انت لازم تتابع معايا الفيديو ده هي واحدة من اغنى الدول في اوروبا دولة ممتازة جدا على الرغم ان هي دولة مساحتها صغيرة جدا ولكن المميزات بتاعتها كتير جدا ومميزات كوية جدا هنتعرف عليها خلال الفيديو بتاعنا خلال الفيديو بتاعنا هنتعرف مع بعض عن هنتعرف مع بعض ازاي احنا ممكن نسافر الى هنتعرف ايه هي الطرق الشرعية اللي تخلينا نسافر ازاي ممكن نسافر عن طريق الدراسة ازاي ممكن نسافر عن طريق السياحة او ازاي ممكن نسافر عن طريق العمل او ازاي نقدر نستثمر هناك كمان ازاي هنحصل على الاقامة وازاي نقدر نحصل على جنسية امارة طيب في البداية كده انا حابب ان اقول لك تعريف بسيط عن عشان خاطر احنا نكون عارفين ايه هي الامارة اللي احنا بنتكلم عنها. امارة مقصمة الى حداشر مدينة والعاصمة بتاعتها هي خلي بالك ان اجمال عدد السكان في لشتنشتاين بيتروح ما بين سبعة وتلاتين الف نسمة الى اربعين الف نسمة. وكمان قوة البسبور امارة لشتنشتاين عالي جدا. ترتيب قوة بسبور هو حداشر وده وفقا ليه مؤشر جهاز صفر جايد لتقييم جهازات الصفر. خلي بالك ان قوة الجهاز الصفر ده بتسمح لك ان انت تدخل مية خمسة وتمانين دولة ومن ضمن الدول دي جميع دول الاتحاد الاوروبا. تخيل ان انت يكون معاك جهاز صفر بيمكنك من دخول جميع دول الاتحاد الاوروبي. ما ظنش ان انت تكون عايز حاجة تانية. كمان خلي بالك ان اللغة الاولى في امارة هي اللغة الالمانية. واللغة التانية هي اللغة الانجليزية. العملة بتاعة هي متوسط الرواتب هناك بيصل الى خمس تلاف يورو. وكمان ده المتوسط. يعني في ناس بتاخد اعلى من الراتب ده. بالنسبة لتكاليف المعيشة في لشتنشتاين فهي بتتروح ما بين ستمية الى تمنمية يورو بالنسبة لمصاريف المواصلات الطعام وهكذا. لو انت بتأجر مسلا غرفة في لشتنشتاين فهي في الشهر بتتكلف ما بين الف الى الف وربعمية يورو. وكمان في معلومة مهمة جدا عن ان بالنسبة لعدد البطالة فهو تقريبا منعدم. يعني هما ما عندهمش بطالة. اي حد في لشتنشتاين بيلاقي شغل وبيقدر يعيش في احسن مستوى. طيب دلوقتي احنا عايزين نعرف مع بعض ايه هي الطرق الشرعية اللي تخليني اسافر الى لشتنشتاين. ازاي اقدر احصل على اقامة بطريقة شرعية في لشتنشتاين. ازاي اقدر احصل على الجنسي. حضرتك عشان تسافر الى لشتنشتاين او تحصل على اقامة فانت قدامك طريقة من الاربعة اللي انا هذكرهم لك في الفيديو ده وهشرح لك كل طريقة انت ازاي تقدر تعملها. حضرتك تقدر تحصل على اقامة فلشتنشتاين عن طريق الدراسة. تقدر تحصل على اقامة فلشتنشتاين عن طريق السياحة. تقدر تحصل على اقامة فلشتنشتاين عن طريق العمل. تقدر تحصل على اقامة فلشتنشتاين برضو عن طريق الاستثمار. واخلال الفيديو بتاعنا هقول لك تعريف كل واحدة منهم وهقول لك ازاي انت تقدر تعمل كل واحدة منهم. طيب اول حاجة هنبدأ بها وهي ازاي نقدر نحصل على الاقامة في الاشتنشتاين عن طريق الدراسة. في معلومة مهمة حابب اذكرها لك بالنسبة للدراسة في الاشتنشتاين ان الجامعات في الاشتنشتاين مش بتطلب منك شهادة طفل او شهادة ودي ميزة كبيرة جدا وازن ان دي بتكون عقبة لمعظم الناس اللي راغبين في الدراسة فبالتالي هو مش طالب منك شهادة او طفل فانت مش بتكون قدامك عائق شهادة ايجادة اللغة. طيب انا المفروض اعمل ايه عشان خاطر اسافر الاشتنشتاين بغرض الدراسة واحصل على اقامة دراسة هناك. حضرتك بكل بساطة هتلاقيني هنا سيبلك في صندوق الوصف رابط تقدر تدخل على الرابط ده هتلاقي في كل حاجة احنا بنتكلم عنها عن الاشتنشتاين. تمام? وانا هفتح لك برضو الرابط ده وهشرح لك منه كل حاجة احنا بنذكرها في الشرح بتاعنا. حضرتك بتروح على الرابط ده بتلاقي الجامعات الموجودة في الاشتنشتاين وعدد الجامعات في مش كبير. بتبدأ تتواصل مع الجامعة اللي انت عايز تروح تدرس فيها. التواصل بيكون ازاي? حضرتك بتروح على جوجل وبتكتب اسم الجامعة اللي انت عايز تروح تدرس فيها في الاشتنشتاين. بعد كده بتفتح الويب سايت الخاص بالجامعة وبتروح مباشرة على البريد الالكتروني الخاص بالطلاب الدوليين. وبتبدأ تتواصل معهم. انا اتطالف فلان فلاني وانا عايز احصل على دراسة في الجامعة بتاعتكم لان انا عندي الرغبة ان انا ادرس في الاشتنشتاين. فبالتالي بتبدأ الجامعة ترد عليك وبتقول لك ايه هي الحاجات او الاوراق اللي بتكون مطلوبة منك انك انت تدها لهم عشان خاطر تحصل على الفرصة للدراسة في الاشتنشتاين. فبتبدأ تتواصل معك الجامعة بتقول لك على المستندات اللي هكون مطلبة منك عشان خاطر بتبدأ تجهز المستندات وبتبدأ تبعت المستندات بتاعتك دي للجامعة. فبالتالي الجامعة بعد حصولها على المستندات بتاعتك وكل حاجة بتكون تمام فهم بيدوا لك جواب القبول انك انت تروح تدرس في الجامعة اللي انت اخترتها في فبالتالي حضرتك بتاخد جواب القبول ده وبتروح رايح به على السفارة ولكن هنقف عند النقطة دي. حضرتك بالنسبة للدقاء العربية مش هتلاقي سفارة طيب في الحالة دي انت تقدر تعمل ايه او تقدر تحصل على عشان خاطر تسافر للشنشتاين ازاي? حضرتك بكل بساطة بتروح على السفارة السويسرية اللي موجودة في الدولة بتاعتك. بتروح على سفارة وبتقول لهم انا معي جواب قبول من جامعة فلشتنشتاين وانا رايح ادرس في عشان كده انا عايز الفيزا دية لدولة سويسرا ومن خلالها بعد ما بتسافر لسويسرا وبتحصل على الفيزا طبعا بتروح على سويسرا ومن خلال سويسرا انت بتبدأ تدخل لشتنشتاين. يا اما عن طريق النمسا او اي دولة من دول الاتحاد الاوروبا. ولكن تحديدا لو انت رايح لشتنشتاين فانت بتقدم يا اما في سفارة النمسا في البلد بتاعتك يا اما بتقدم في سفارة سويسرا والافضل انت تقدم في سفارة سويسرا. بمجرد وصولك لسويسرا فانت عن طريق القطرة او عن طريق العربيات او عن طريق الاوتوبيس فانت بتقدر تروح الاشتنشتاين. لهنا الاشتنشتاين بتقع ما بين النمسا وسويسرا. من الشرق بيحدها النمسا. ومن الغرب والجنوب بيحدها سويسرا. يبقى حضرتك بتروح على سويسرا عن طريق الاوتوبيس عن طريق القطرة عن طريق العربية بتقدر تدخل الاشتنشتاين بكل سهولة. خلي بالك بالنسبة لتكاليف الدراسة في الجامعات في الاشتنشتاين فدي بتتوقف على عدة حاجات. بتتوقف طبعا على نوع الدرجة العلمية اللي انت هتحصل عليها. يعني مسلا انت رايح تدرس ولا رايح تدرس ماجستير وراح تدرس دكتوراه. كمان ايه هو التخصص او المجال او الكلية اللي انت رايح تدرسها. بتقدر تعرفها طبعا عن طريق تواصلك بالبريد الاكتروني الخاص بالجامعة اللي انت عايز تروح وتدرس فيها في الاشتنشتاين. وبذكرك مرة تانية انك انت مش مطلوب منك شهادة اجادة لغة انجليزية اللي هي الطفل او بتقدم بتحصل على جواب قبول. بتروح على سفارة سويسرا انا عايز اخد فيزا للسفر والدراسة في الاشتنشتاين بتاخد الفيزا بتاعتك وبتسفر لسويسرا من سويسرا بتدخل الاشتنشتاين مفيش اي مشكلة. وخلي بالك من نقطة تانية مهمة انك لازم تكون واخد بالك ان انت هتدفع مصاريف للسكن بتاعك ولازم تعمل تهمين صحيح. بعد كده هنتكلم عن تاني طريقة للدخول الى الاشتنشتاين عن طريق السياحة. حضرتك خلي بالك ان فيزة السياحة دي بتكون مدتها تسعين يوم بالزبط. لو انت عايز تقدم على فيزا سياحة للاشتنشتاين فحضرتك لازم تكون مجهز نفس الاوراق اللي انت بتستخدمها لاي دولة من دول الشنجن. يعني بتملأ خاص بدولة الشنجن اللي انت رياحها. يعني مسلا احنا عشان نحصل على فيزا للسفر للاشتنشتاين قلنا هنقدم في السفارة السويسرية. يبقى لازم تملى الخاص بفيزا سويسرا. كمان هتجهز بقى المستندات اللي هكون مطلوبة منك زي الصورة شخصية زي انت لازم تكون عامله لسفرك. انت رايح ليه? طبعا حضرتك انت بتقدم في سفارة سويسرا عشان خاطر تدخل للشتنشتاين. انت لازم تكتف بتاعك انك انت بعد ما تسافر سويسرا انك انت رايح على امارة لازم يكون بتاع الرحلة بتاعك كامل من اول ما انت هتطلع من البلد بتاعتك لغاية ما توصل للشتنشتاين وكمان لغاية ما ترجع لازم تكون حاجز فندوق لازم تكون حاجز طيرانك زي ابو عودة لازم يكون عندك كشف حساب بنك وكل ده كل المتطلبات هتلاقي اني سايبها لك في اللينك اللي موجود في سندول وصف اسفل الفيديو ده. حضرتك بتقدم على فيزا السياحة زي ما قلنا في السفارة السويسرية بتلبي كل المتطلبات او المستندات المطلوبة منك بتحصل على فيزا السياحة الى سويسرة من سويسرة بتدخل لشتنشتاين بقررلك تاني اما عن طريق القاطر اما عن طريق يما عن طريق العربية. طيب بعد كده هنتكلم عن تأشيرة العمل وخلي بالك ان هنا تأشيرة العمل في بتنقسم لحاجتين. اول حاجة وهي وتاني حاجة وهي طيب ايه الفرق بين الاتنان? بالنسبة لي دي بتكون عبارة عن بعض المهن اللي انت بتقدر تشتغلها في ولكن بتكون برخصة مزولة عمل. طيب ايه هي الاعمال دية? زي مسلا القطاع الطبي بجميع التخصات والفروع الطبية بتاعته. زي مسلا القطاع الهندسي بجميع الفروع الهندسية. زي مسلا المحاماة. زي مسلا التدريس. دي بتكون عبارة عن وظائف بتحتاج رخصة مزولة مهنة. طيب خلي بالك انت ازاي تقدر تقدم على تأشيرة عمل عشان خاطر تروح وتسافر الى بغرض العمل. زي ما قلتلك بالنسبة انت مش بتحتاج عرض عمل جايلك من لا. انت حضرتك بتروح بكل بساطة الى سفارة سويسرا بتقول لهم ان انت عايز تقدم على فيزا للعمل في بيبدأوا معك الاجراءات وبيقولوا لك ايه هي المساندات اللي هتكون مطلوبة منك. تمام? حضرتك بعد ما بتاخد الفيزا دي الفيزا دي بتكون مدتها فقط ستة اشهر. تمام? فانت بتروح مسافر الى اشتنشتاين. بمجرد ما بتوصل هناك انت بتحمل اختبار. بعد ما بتعمل اختبار بتبدأ مباشرة بعد اكتيازك للاختبار في العمل بالوظيفة بتاعتك اللي انت رايح تشتغلها هناك. انت مسلا رايح تشتغل في القطاع الطبية تشتغل في القطاع الطبي مباشرة. القطاع الهندسي تشتغل في القطاع الهندسي مباشرة. مش محتاج لعرض عمل. مجرد بتاخد تأشيرة العمل بتسافر مباشرة بتكتازل اختبار بعد ان خلاص الاختبار بتشتغل مباشرة. طيب بالنسبة للنوع التاني من العمل وهو دي بتكون بعض العمل الاخر. زي الزراعة زي العلوم زي الترجمة اي حاجة بعيدا عن القطاع الطب والهندسة والمحامة والتدريس. طيب ازاي انت تحصل على تأشيرة للعمل فلشتينشتاين دي بقى لازم يكون معك عرض عمل جاي لك من طيب انا ازاي اصلا هوصل لعرض العمل في ده بيكون عبارة عن مواقع انت بتدخل من خلالها بتلاقي فرص العمل والمواقع دي بتلاقي نسائب لك في سندوق الوصف الرابط اللي من خلالها هتدخل وتلاقي كل حاجة احنا بنتكلم عنها وهتلاقي المواقع اللي من خلالها انت تقدر تدخل وتلاقي فرص عمل مناسبة لك في بحيث ان انت تاخد عرض عمل وتقدر تسافر للشتينشتاين ولكن خلي بالك من نقطة مهمة انك انت لازم يكون عندك سيرة ذاتية قوية ومن الافضل ونصيحة مني ديك ان يكون معك شهادة اجادة لغة المانية لان دي هتفرق معك وهتتمكن بسهولة من الحصول على عرض عمل وطبعا بعد ما بتحصل على عرض العمل بتروح للسفارة السويسرية بتقولهم ان انت معاك عرض عمل في الاشتنشتاين وبعد كده بتعمل الاجراءات اللازمة بتاخد التعشيرة بتاعتك وبتسافر مباشرة الى سويسرة ومن سويسرة بتدخل الاشتنشتاين وبتبدأ تشتغل الشغل اللي انت اخترته فيه بعد كده هنتكلم عن الاستثمار ازاي تقدر تستثمر فيه الاشتنشتاين خلي بالك حضرتك ان اي دولة في العالم انت تقدر تحصل فيها الاقامة الجنسية عن طريق الاستثمار ودي حاجة معروفة جدا. الاستثمار في الاشتنشتاين بيكلفك ما بين مية الف فرانك سويسري الى مية وخمسين الف فرانك سويسري. وخلي بالك ان انت هتحصل على نوع اقامة مستثمر دي. تمام? طيب ازاي انت تقدر تستثمر في الاشتنشتاين تقريبا كل الطرق بتقول لك انك انت هتروح على السفارة السويسرية الموجودة في الدولة بتاعتك بتقولهم ان انت عايز تستثمر في الاشتنشتاين. طبعا بيقولولك على المستندات اللازمة وكشف الحساب البنكي ده اهم حاجة طبعا. لازم يكون معاك ما بين مية الف فرانك سويسري مية وخمسين الف فرانك سويسري. تمام? بعد كده بيبدأوا يعملوا لك الاجراءات الخاصة بالفيزا للاستثمار في الاشتنشتاين. الفيزا دي بتستخرج تقريبا يعني شهر او شهر ونص عشان تطلع لك. بعد كده حضرتك بتاخد التعشيرة بتاعتك او الفيزا بتاعتك وتسافر على سويسري ومن سويسري لالاشتنشتاين عشان تبدأ الاستثمار بتاعك. ولو انت عايز تحصل على اقامة دايما من الاستثمار فانت لازم تقضي خمس سنوات في الاشتنشتاين. وبعد الخمس سنوات دولة انت بتقدر تحصل على اقامة دايما. وكمان هتلاقيني سايب لك في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده رابط من خلاله بتقدر تتعرف على كل حاجة تخص الاستثمار في الاشتنشتاين. طيب دلوقتي هنعرف مع بعض ازاي تقدر تحصل على الجنسية في عشان خاطر حضرتك تحصل على الجنسية في لاشتنشتاين. فانت قدامك طريقة من الاتنان. اول طريقة زي ما قلنا عن طريق الساسمار او انك انت سافر LayOLD في احدى الطرق الشرعية اللي احنا ذكرناها. تقعد فيها خمس سنوات وبعد الخمس سنوات دولة انت بتقدر تحصل على الاقامة دايما. وبعد خمس سنوات من حصولك على الاقامة الدايما. انت بتقدر تحصل على الجنسية. فانت تقريبا بتقضي عشر سنوات في الاشتنشتاين عشان خاطر تقدر تحصل على الجنسية. طيب الطريقة التانية ايه? الطريقة التانية بتكون عن طريق ان انت تتجوز. يعني لو حضرتك واحد مسافر الاشتنشتاين انت تقدر مسلا لو هتتجوز واحدة من هناك لازم تفضل متجوز لمدة خمس سنوات عشان خاطر تقدر تحصل على الاقامة الدايمة وبعد خمس سنوات بتحصل على الجنسية ولو حضرتك واحدة مسافرة وهتتجوز واحد من هناك برضو هتقعد لمدة خمس سنوات عشان تحصل على الاقامة الدائمة وبعد كده تحصل على الجنسية ففي كل الاحوال انت بتقضي تقريبا عشر سنوات عشان خاطر تحصل على الجنسية بتاعة ولكن العشر سنوات اللي انت بتعودهم دولة طبعا انت بتكون شغال معك الفلوس بتاعتك طبعا انت في النهاية بعد العشر سنوات بتحصل على الجنسية من اقوى الجنسيات في العالم. طيب تعال نروح على اللابتوب عشان خاطر اواري لك كل حاجة احنا اتكلمنا عنها ولو انت عايز تعرف حاجة او تشوف موقع معين تقدر تشوفه ازاي. لما انت تخرج الرابط اللي اللينك بتاعه موجود في دول وصف كل حاجة احنا ذكرناها موجودة هنا. ادي التعريف بالنسبة لو انت عايز تعرف كل حاجة عن تكلفة المعيشة والمواصلات بتلاقي اللينك موجود هنا. انواع التأشيرات للسفر اللي تأشيرة الدراسة. هنا بتلاقي الجامعات اللي موجودة في بالنسبة لتأشيرة السياحة المسانات المطلوبة للحصول على تحديدا في سويسرا عشان خاطر من خلالها تدخل بالنسبة لتأشيرة العمل وانواع التأشيرات ولا ادي هنا ده موقع من خلاله تقدر تحصل من خلاله على عروض عمل وده موقع تاني بالنسبة لي بالنسبة للاستثمار وكل حاجة تخص الاستثمار هتلاقيها موجودة هنا. اتمنى ان انا بقدر الامكان اكون افدتكم. واريت لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت اتدعم لبلايك وممكن تسيب لي كومنت اي هي الدول التانية اللي انت حبيبني ان انا اتكلم عنها اتمنى لكم التوفيق وشكرا.